لا قحط هنا لتتحول هذه السنابل الخضراء إلى يابسة قبل أوان حصادها لكن قطع الماء عنها عمداً بأيدي موظفي الحكومة أحالها إلى ما تراه ومعها أحيلت وجوه أصحابها إلى صفراء بائسة تشكو سوء الحال وتترقب كارثة اقتصادية في حال استمر قطع المياه عن هذه الحقول لأيام إضافية هنا محافظة ديالة وتحديداً الأراضي الزراعية التي تعتمد في ريها على مياه نهر دجلة المخزنة خلف سد العظيم أما المشكلة تكمن في قيام موظفي جباية الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن مضخات المياه التي تعتمد عليها الحقول في السقاية بحجة عدم دفع الفلاحين للفواتير التي تفوق قدرتهم المالية بل لعلها تفوق قيمة ما تنتجه الحقول في الموسم كله نحن مزارعين حيات السد العظيم نشكو من زيادة أسعار فاتورات الكهرباء على المضخات الزراعية وتفاجئنا بأنه مديرات الكهرباء وموظفي الكهرباء بدأوا بقطع التيار الكهربائي عن المضخات الزراعية وهي آخر رية الفطام ويتخوف فلاحو ديالة من أن تذهب محاصيل القمح والشعير هذا العام هباء منثورا وتضيع أتعابهم في الحقول التي وصلت إلى مرحلة السقاية الأخيرة والمهمة ولكن فوجئوا بانقطاع المياه عن مساحات شاسعة مما ينظر بمأساة لا يقف ضررها على الفلاح وإنما يتعداه إلى الضرر العام في التأثير على إنتاج أهم مادة تهم المواطن ألا وهي الخبز ويرى الفلاحون أن قطع الكهرباء عن مضخات المياه في هذه الأوقات الحرجة يعتبر ضربا جديدا من أساليب الحكومة في استهداف المواطن في لقمة عيشه واستمرارا لنهج التجويع واللا مبالات بمصالح الشعب حال لو استمر لحول ما بقي من مساحات خضراء إلى صحراء قاحلة هجرها أهلها بعد أن عدمت أسباب البقاء قبل رحيلهم